انتيجا فكرت بحاجة زمان كده قلتها معايا يلا انت اللي قلتلي على فكرة شاكر لما قلتلي بان الستات عايز الراجل العنيف اه طبعا انت في البيت عنيف قاسي شديد كنت وكنت غلطت انا ان انا قلت كده اكلت ضرب بسبب وانتيني بداي لاحب يتسرع ساعات وقول حاجات وانت تبدأ بقى ستات مركزة معاك ايوة هو الكلام ده اللي بيفضل على فكرة لا شوفي اقولك على حاجة عمر احنا جايين نهدي النفوز بص اقولك على حاجة طبعا انت عارفة ان الرجل الشرقي اللي انا منهم عنده تناقضات كتير ده اكيد ده معروفة يعني وبيعترف والست بقى عندها تناقض راكب على التناقض ده يعني كتير من الستات اللي هي تقولك ايه انا ما حدش مدي ايده عليها ما حدش كريم ما حدش عارفة لو كده انا نططه بس لما بيحصل كده بتزهق منه فيه جيم كده غير مفهوم بالنسبة للشرقيين دول يعني هي تكونت على حاجة هي وتعامل كده فهي تكونت على الايه العوجة دي فيه الخبطة في الشاسية عندنا اه في الافكار بتاعتنا بس في النتيجة ايه ان الرجل اللي حستي يعني رجل شديد شوية بيبقى احسن بالنسبة للستات سوقه اكبر اه حظه بيبقى ماشي فانت بقى مركز في الحتة دي لا ما بقيتش كده خلاص الواحد بقى ايه بيتغير اصلا عارف مش غلط بيقولك بيقولك الراجل الهادي بيته عمران اه انا فيه راجل واحد قال لي ده ايه ده بتخاف من مراتك قال لي اللي ما يخافش من مراته براجل جبان مالك فيه طب كل الرجالة بتخاف من مراتاتهم بتفهمش ليه بصراحة صح ما تفهمش ليه يعني وتلاقيه برضو جديد وكل حاجة بس يخاف بس برضو اه يعني تحس عامل عاملة دي حقيقة اه الرجالة تحس عاملة عاملة بيخاف منها كشخص ولا بيخاف من نكد اللي ممكن بيخاف من نكد طبعا طيدي دي بقى نصلح المعلومة بقى عشان الازعاج واللت أيوي بقى انت بتخاف من بفر بتستخدم تكنيك هيا الست بتستخدم تكنيك عالي قوي انها بتزهقوا في عشته فالزهقان في العيشة ده بيخليه احسن ان هو مش عايز وجع دماغ طب بيلم بقى خرص يطر بقى يكذب ويعمل حاجات دي طب انت كذبت مرة اكيد بس مش فاكر بالزبط يعني مش فاكر يعني الواقع الواقع يعني يا راجل والله مش فاكر بالزبط يا راجل مش فاكر بساعة انت بتكذب عشان عشان تمنع كارثة ممكن تحصل انت تعلمت يا عمر اتودك تسمعها